وكان الزمالك قد حقق الفوز على مضيف الإسماعلي بهدفين مقابل هدف باستاذ الإسماعلي ضمن منافسة الجولة السابعة عشرة من الدور الممتز تقدم الإسماعلي عن طريق باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والثلاثين ثم تعادل يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة الحادية والستين قبل أن يسجل محمود على هدف الفوز للزمالك في الدقيقة السابعة والستين يرتفع بذلك رصيد أزمالك إلى 31 نقطة واحتلا المركز الثالث بينما يقع الإسماعلي بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة